تغادر اليوم ثلاث منتخبات بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر خلال الفترة من السلس عشر وحتى الحادي وثلاثين من يناير الجاري بمشاركة اثنتين وثلاثين دولة اول هذه المنتخبات هو المنتخب الارجوني متجها الى روما يليه المنتخب البحريني متجها الى البحرين وكيرا المنتخب الالماني متجها الى كولونيا بون بالمانيا ويلتقي منتخب مصر جدا مع فريق دينمارك ضمن دور السمانية بالبطولة